سيادنا السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم قناة مغربي في اسطنبول الفيديو دير هاد الحلقة هذي غنهضرو فيه اه على اه طيارة اللي كان اه كانت على وشك انها تلغى اه في مطار اسطنبول كانت من hecho هيلة من مطار اسطنبول احمد ر Zuckerberg احرار الرجال اه كانت غفetahه لديهن قالوا لهم با وامير من المغرب ه هذي لما سمحتش الطيارة رقم ابشين المغريب وبعد الضغوطات اللي وقعت في المطار ورعبان اللي قنط في المطار يومها المغربات سبراك الله اقدروا انهم يضغطو على القوصة بالامن التركي في المطار واو ما بغوش يغادروا المطار لغما انهم طلبوا منهم يخرجوا من المطار ما بغوش يغادروا المطار وبقوا في قلب المطار وداروا مظاهرة سلمية في المطار واحتجاجات رافضة للقرار السوفي للوزارات الخارجية المغربية وبالتالي كما كنقولو ركبوا صحة حاليا خبر يعني حصري وصلني قبل دقيق انهم ركبوا وركبوا صحة والحمد لله هم غادين طيارة تحرك بعد لاحظات غادي تمشي افتجاه كازابلانكا ان شاء الله والمغاربة سوف يعاني قول الارض لان كانت المفروض هي اخر رحلة اه قبل توقف لمدة اسبوعين لعلنته الملكة المغربية بعدم دخول اي طائرة للتوراب الوطني المغربي والاجواء المغربية اه القارار كان المفروض انه يتفاعل ابتداء من رحلة ديالغدة ولكن اه اليوم كانوا يطبقوا على الناس في المطار والناس اه رفضوا وما بغاوش يفرطوا في تذكر ديالهم وما بغوش يفرطوا في البلاصة ديالهم وما بغوش يفرطوا في طيارة ديالهم اه كانت كان اخذ ورد وكان شجار في المطار شجار عنيف يعني بالتلاسن والتدافع بالاياد الى اخيره بين الافراد الجالية المغربية اللي كانوا غادين للمغرب وبين السلطات في مطار اسطنبول السلطات في مطار اسطنبول كانوا يحاول يقلعوهم اه بانه اه المملكة المغربية هي اللي منعات ان المواطنين ديالها يدخلوا وفي حين ان المواطنين المغاربة رفضوا انهم يبقوا هنا وقالوا قدموا بجمعة من اسباب انهم خاسرين فلوس وخاسرين بيه والناس ما عندهاش وطاربوا مع الامن تمام وما بغوش يرفضوا انهم يغادروا المطار اه كان عدد كبير كان طيارة ممترئة عن اخرها يعني كل مقاعد محجوزة في تلك الاعداد كبيرة جدا وما تقبلوش هاد الخبر الصادم للافراد الجالية اللي اعطيهم سحامل هاد المنبار برافو عليهم وهكا يكونون مغاربة وما بغوش يتسرطوا ليهم وبقوا واقف اللي هم هنا فا اه اشنو اللي دارت الحكومة التركيا فكان كان تواصل وتنسيق وصلت الصورة اللي واقع في مطار اسطنبول للمسؤولين المغاربة المسؤولين مغاربة بدورهم اه اه تعرضوا لضغط من المسؤولين الاتراك اه وبالتالي اه جاء هاد القرار اه السريع والمفاجئ اه بالسماح لهاد الطائرة بالاقلاع من اسطنبول باتجاه كازابلانكا وانتصرت ارادة المهاجرين وارادة ابناء الشعب على اه ارادة اه الحكومة المغربية ودابارهم غادين كيما قلت لكم دازوا صحة رغم اه رغم المحاولات اه منع هاد الطائرة باش انها اه تقلع من اسطنبول الى كازابلانكا ولكنها كل المحاولات باقت بالفلاشل نخليكم مع اه لا فيديو نخليكم مع الاجواء ديال المطار وكيفاش كان نرد فعل المغاربة لما اه اخبروهم بانها الريحة لهم تلغات ونرجعو نحضرو في نهاية لافيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاجواء كيفاش كانت في مطار اسطنبول والحمد لله اه اه اقدرت ان اه الرحلة تمشي بسهلا وقدروا لمغاربة العالقين في مطار اسطنبول انهم الحمد لله اخيرا واخيرا اه انهم اه يفرضوا على المسؤولين ان هالطيارة هذه تمشي وان الناس ما يضيعوش فرزقهم وما يضيعوش في الالتزامات ديالهم وبالتالي اه انتمنوا اه وصول هالطائرة باخير وعلى اخير ان شاء الله المطار اه كازابلانكا اه وانتمنوا اه من هنا القدعم يكون شي قرار اه لي لغيها القرار ديال الوقف الطائرة لان ما زال عدد كبير من العالقين وما زال المشاكل كبيرة اللي غد ترتب عليها هاد الاغلاق الكل لدارة المغرب اه باش ميدخل تشي واحد الاراضي ديالها واحد السؤال كي يجيني بززا فلاشين ديالي واش المغاربة اللي يقدروا يجو من المغرب ولا توا مسهدين عليهم لحد ساعة ما كان شي قرار رسمي لي كي يمنع اه المغربة انه هون يخرجون من المغرب يعني الناس بقى تجي من المغرب اه الächronic اه الراتور يعني الناس اللي غدد ادخل المغرب الناس اللي لعدد انها ضد المغرب هي الممنوعة من جميع بلده العالم من اي دولة في العالم واللي بغ يخرج من المغرب يمشي ل epidemi okay دولة في العالم مسموح حاليا حاليا لوحظة اللي تسمعوا في هذا الفيديو واللحظة اللي حتيت في هذا الفيديو لان دائما عودناكم على المصداقية والشافة فيها في القناة فبالتالي ما قدرش ندروا على شي حاجة بدون قرار رسمي اذا ما كانش قرار رسمي القرار اللي كاين القرار الرسمي اللي كاين اللي تطبق يوم تسعوذ وعشرين هو انه تطائر مدخل المغرب وبالتالي كان غير تطبق هذا القرار على هاد الناس دي لها دليل كانت تكون اول رحلة يتطبق عليها القرار ولكن الحسن الحض بالقرار والعازيمة اللي كاين عند المهاجرين المغاربة قدروا انهم ميتنزلوش على التيكي دي لهم وميتنزلوش على بلصة دي لهم واضغطوه بشكل كبير 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 على السلطات في مطار اسطنبول وبالتالي تمت رحلة بنجاح والحكومة المغربية في اخر مطار استجبات لانها شفت روينا نايدا الاتراك بسبب هذه الرحلة اللي يلغاوها المغاربة بدل مبرر واللي كان مبرمج انها ستمشي هذه الرحلة من بعدها سيكون إلغاء من بعدها سيكون عفوان الإغلاق لذلك هما غلقوا قبل لذلك هما حاولوا انهم كانوا يديروا كاريتة كبيرة ولكن الحسن الحد والألطاف الإلهية والعزيمة دي الشباب والشابات اللي كانوا في المطار تحية من هاد المنبار تحية خالصة وكانت منها لهم سفار مريح ان شاء الله المغرب وانتلاقاوا فيديو جديد ان شاء الله عن مقاريب ما تنسوش ابوني بارتاجها الإخوان لايك 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 الوسيلة الوحيدة والطريقة الوحيدة للإنجاح هذا الفيديو هذا هو اللايك ديركم والإعجابات ديركم والبارتاج ديركم وتبارك الله عليكم الإخوان ودونتم أوفية لقناة مغربي في اسطنبول اللي هي قناة قناة الشعب وقناة ديركم الإخوة داخل وخارج أرض الوطن تبارك الله عليكم تهلا وفراسكم اشتركوا في القناة